سبقوا أن استهدف سلاح الجو الإسرائيلي عدة دفاعات جوية للنظام السوري وكذلك أيضا للإيرانيين وذلك ردا على عدم تفاعل الدفاعات الجوية الروسية يعني هناك تصريحات رسمية من قبل الجانب الميليشيات بشكل عام أي أن الروس قد خانوهم في هذه المنطقة وأنها المنطقة أصبحت مستباحة بالنسبة لهم فتم دفع منظومات دفاعية جوية وتم نصبها في عدة محافظات منها على سبيل المثال حمص أو المنطقة الوسطى بشكل عام وكذلك أيضا بحماء وحلب وفي دير الزور وهناك في محيط العاصمة دمشق بعض النقاط وتم استهدافها في عملية واحدة في نفس اللحظة تم استهداف خمسة أهداف بنفس اللحظة وبذلك أعتقد بأن كشف هذه المنظومات الدفاعية وتعريضها المباشر للضربات الإسرائيلية هي بحد ذاتها رسالة إلى الجانب السوري بأنه لا تنخرت في تلك العملية العسكرية أثناء الاستهداف كما كانت نفس العملية عندما كانت تستهدف قوات النظام من الجانب السوري كان يقول بشكل واضح وصريح أي أنه لا يحق لكم كشف ما هي تلك العمليات ولا الدفاع عن هذا النظام لأن هناك خطوط اشتباك عسكرية قد اتفق عليها وأنه تجاوزها ولا بد من الرد على هذه المصادر تلك النيران لكن استهداف مستمر أو توسيع نطاق العمليات من قبل الميليشيات أعتقد أنه السبب الرئيسي في إشراك النظام كذلك أيضا هذه المنظومات الدفاع الجوي ربما هناك سيطرة شبه كاملة أصبحت اليوم على الوضع سواء كان سياسيا أو أسكريا عندما نتحدث عن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والتي بشكل أو بآخر هي تقاد من قبل الميليشيات أو تقاد من إيران لذلك ربما هناك بعض من المقاتلين أو بعض المتواجدين في تلك الميليشيات قد تم زجه في هذه المعركة أو هذه المعركة الخاسرة بالنسبة لجانب الإسرائيلي إذا ما أخذنا بعيني أعتبار التفوق الكبير الذي يبديه السلاح الجو الإسرائيلي مقارنة مع سلاح الجو المتواجد في السلاح الجو السوري وكذلك منظومات الدفاع الجوية المهترئة أصبحت قديمة جدا لا يمكنها استهداف الطائرات التي تقدم من كافة الجهات سواء كان من خلال قوات التحالف أو حتى من الجانب الإسرائيلي لذلك أعتقد أن عملية الدفع المستمرة بالنتيجة نحن نتحدث عن ضرر كبير في البنية التحتية نحن نتحدث عن دمار بالنسبة لسوريا في حقيقة الأمر أن إيران هي تستثمت كل تلك الضربات من أجل بغض النظر خسائرها لكن تستهدف عملية تدمير الشرق الأوسط وإيصال إلى هذه المرحلة بحيث أن يكون لها قدم مستمر في هذه المنطقة دلالة ذلك ما يحصل اليوم هو عمليات الأحزمة الأمنية التي تجري في محيط العاصمة دمشق كذلك أيضا خصلت في بغداد ومحيط العاصمة الصنعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر